الرئيس السيسي يشهد على ضرورة اختنام فرصة المفاوضات الجارية بشأن غزة والوصول إلى اتفاق يجانب المنطقة عواقب التصعيد خلال تسليمه وحدات سكانية بمدينة العالمين الجديدة رئيس الوزراء يؤكد على إتاحة وحدات تلبي احتياجات مختلف الشرائح ربا على استهداف مدنيين بالجنوب اللبناني حزب الله يطلق رشقات سروقية على الجليل وإعلان حالة الاستنفار بشمال إسرائيل الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جرانيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة تتضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية بشأن غزة والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الفرنسي سيفان سيجورنيه الذي أشاد بدور مصر في جهود الوسطى استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد استيفان سيجورنيه وزير الخارجية الفرنسي والوفد المرافقة له وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوزير الفرنسي حرس على نقل تحيات الرئيس مكرون للسيد الرئيس مشيرا إلى أن الرئيس مكرون كلفه بالقيام بجولة إقليمية للإسهم في جهود خفض التوتر والدفع في اتجاه التهدئة على أن يختتم جولته بزيارة مصر لإطلاع السيد الرئيس على نتائج الجهود الفرنسية ذات الصلاة وفي هذا الإطار أشاد وزير خارجية فرنسا بالدور الحيوي الذي تقوم به مصروف الوساطة المشتركة مع قطر والولايات المتحدة بهدف التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد مؤكدا أن استمرار الحرب بالقطاع يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار ومنوها إلى مسئولية المجتمع الدولي فيما يتعلق بالضغط لخفض التصعيد ومعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين وهو ما اتفق معه وزير خارجية فرنسا مؤكدا دعم بلاده الكامل لتلك الجهود واستمرار نشاطها المكثف بهدف إنهاء حالة التوتر الإقليمي الراهنة وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية والعمل المشترك لتطوير وتعمق أطور التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي إن للشركات الفرنسية دورا مهما في عمليات التنمية الجارية في مصر وأشار عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي استيفان سيجورني إلى بحث سبل الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصرية لا فتن إلا أن هناك اتفاقا مصريا فرنسيا على أهمية الدفع بإصلاح النظام المالي العالمي بما يخدم مصالح الدول النامية هناك دور مهم للشركات الفرنسية في العديد من القطاعات إن كان النقل أو عملية التصنيع أو اللوجيسيات في كل القطاعات الشركات الفرنسية تقوم بدور هام فرنسا هي المستثمر الأول في مصر بإصناء قطاع المحروقات وبالتالي تحدثنا عن مزيد من الاسمارات الفرنسية في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الواعدة والواسعة التي يقدمها الاقتصاد المصري للمستثمر الفرنسي بشكل خاص والمستثمر الأوروبي والغربي والعالمي بشكل عام وهناك مجالات كثيرة خاصة في ضوء الإجراءات الكبيرة التي اتخذتها وتتخذها الحكومة المصرية لمزيد من الإصلاح وأيضا توفير بيئة مواتية للاستثمار في مصر تحدثنا أيضا خاصة أن فرنسا لها دور شديد الأهمية في إصلاح مؤسسات التمويل الدولية والهيكل والبناء المالي العالمي وهناك مبادرات فرنسية في هذا الشأن شدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج جبدر عبد العاطي على ضرورة حل الدولتين كمفتاح لحل الصراع الدائر وأشار وزير الخارجية إلى الرؤية المصرية المتمثلة في ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية معربا عن أمله في أن تسفر جولة القاهرة المرتقبة لمحادثات تهديئة عن وقف إطلاق النار في غزة صبقت وجهة نظرنا اليوم بشكل مباشر وبلغة مباشرة وصريحة حول الأهمية البالغة لسرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان عن الهلين المدنيين في قطاع غزة والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات إلى القطاع تحدثنا بشكل مسهب عن الجهود الصادقة التي تبذلها مصر بالتعاون مع أشقائنا في قطر ومع أزقائنا في الولايات المتحدة وجولة المباحثات الأخيرة التي كانت في الدوحة والتحضير للجولة القادمة التي ستوقد هنا في القاهرة بما يؤشر ونأمل في ذلك أن يؤدي هذا الحراك وهذا التحرك إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وصفقة تضمن إطلاق صراح جميع الرهائن وأيضا الأسرى الفلسطينيين وشدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي على ضرورة اتخاذ خطوات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ووقف التصعيد كما أكد عبد العاطي مناقشة عدد من القضايا الملحة في المنطقة والقرن الإفريقي مع الجانب الفرنسي اتفقنا معا على أن التصعيد في المنطقة لا يخدم مصالح أي طرف وثم الطريق واضح لخفض التصعيد وتجنب انفلات الأمور وما يمكن أن ينتج عن أي حسابات خاطئة أو تحركات غير محسوبة إلى انفجار الأوضاع بشكل كامل كما ذكرت اتفقنا سويا أن العنصر الهام في وقف هذا التصعيد هو أولا وقف حمام الدم والقتل الذي يحدث في قطاع غزة وبشكل فوري وفي إطار صفقة متكاملة وبما يمثل المخرج الوحيد لتجنيب المنطقة مخاطر الحرب والمواجهات التي لن يخرج منها أي طرف رابحا نقدر بطبيعة الحال هنا في مصر الجهود التي تبذلها فرنسا في خفض التصعيد وخفض حدة التوتر وما تقوم به من أدوار مع شركائها في الإقليم ونؤكد مرة أخرى أن الفرصة لا تزال صانحة إذا صدقت النواية وإذا كانت هناك إرادة سياسية لدى الأطراف في وضع حد لهذه المذابح اليومية التي تحدث في غزة ويعيشها الفلسطينيون وجه وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا أن بلاده تنظر لمصر على أنها دولة مهمة جدا في المنطقة وثمن سيجورني خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي الجهود المصرية المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة والتزام مصر كوسيط لوقف إطلاق النار في القطاع هذه المرحلة الأخيرة لي في مصر تبين أهمية شركتنا وتكلمت عنها معالي الوزير وكذلك المكانة المركزية لبلدكم لإيجاد حل لتفادي الحرب الإقليمية وكذلك لخدمة السلام وتهدئة التوترات الإقليمية معالي الوزير سوف ألخص رسالتي بثلاثة نقاط رسائل ثلاثة هي التي نقلتها خلال هذه الجولة إلى الذين التقيت بها في المنطقة أولا رسالة الأولى نود أن نحيي الجهود الدبلوماسية الثابتة التي تبدلونها منذ بداية الحرب في غزة من أجل إيصال المساعدة الإنسانية تكلمت عن هذا معالي الوزير ونحن الاثنين وبلدينا فرنسا ومصر عمل كثيرا معا لتوفير الدعم الإنساني والطبية للشعب الفلسطيني في غزة وأمل أن نحن نريد أن يستمر هذا التعاون وحتى فيما نسميه باليوم التالي أريد أن ننطلق في تعاون جديد خدمة للغزويين ولتعزيز المساعدات الإنسانية وأيضا وبشكل خاص التزامكم أنتم كوسيط إلى جانب قطر والولايات المتحدة للوصول إلى وقف إطلاق نار مستدام وأكد وزير الخارجية الفرنسية استيفان سيجوني أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيسهم في الحد من التوترات في المنطقة وأكد الوزير الفرنسي على ضرورة حل الدولة مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على بلورة موقف أوروبي داعم لجهود الوسطى من ستدعمكم والمجتمع الدولي يدعمكم وسوف نعمل على حشد الدعم الأوروبي لكم سوف أتصل بزملاء الأوروبيين لبلورة موقف أوروبي داعم لكم رسالتي الثانية مع علي الوزير هي أنه يتعين علينا معا أن نتفادى تصعيد إقليمي بأي شكل من الأشكال لأن نتائج مثل هذا التصعيد الإقليمي سوف تكون كارثية للمنطقة ونحن ندعو كل الأطراف لضبط النفس ووضع حد لمنطق الرد والرد المعاكس لأن المدنيين هم أوائل الضحايا في كل الأحوال هذه هي الرسالة التي نقلناها لكل من التقينا بهم في هذه المنطقة وأبدأ أن أكرر هذه الرسالة هنا وأنا أعرف أنها رسالة تنقلونها أيضا مع علي الوزير لكل الذين نتكلم معهم في المنطقة الرئيس الفرنسي تناول هذا الموضوع مع الرئيس السيسي نحن مقتنعون بأن وقف إطلاق النار في غزة سيساهم كثيرا في تخفيض حدة التوترات الإقليمية عقد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ونظيره الفرنسي ستيفان سيجورني جلسة مباحثات ثنائية تناولت هذه المباحثات مناقشات معمقة حول الوضع الإقليمي المشتعل وسبل احتواء التصعيد وجهود التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة حذرت واشنطن جميع الأطراف في المنطقة من تقويد جهود التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وقدمت الولايات المتحدة خلال محادثات الدوحة وساطة مصرية قطرية مقترحا إلى حماس وإسرائيل لتقليص الفجوات بين الطرفين في الوقت الذي يبعث فيه الوسطاء في الشرق الأوسط برسالة أمل فيما يتعلق بإمكانية إبرام صفقة لوقف إطلاق النار في غزة بعد محادثات الدوحة تمضي إسرائيل في اتجاه آخر ضاربة عرض الحائط بتلك الجهود الرامية لمنع توسيع رقعة الصراع مع استمرار العدوان على غزة واشتعال الجبهة اللبنانية إلا أن واشنطن حليفة إسرائيل الرئيسي وجهت رسالة تحذير لجميع الأطراف في المنطقة من تقويض جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وفي نهاية محادثات الدوحة قدمت الولايات المتحدة بدعم مصري قطري مقترحا إلى حماس وإسرائيل يقلص الفجوات بين الطرفين وينبني هذا الاقتراح على نقاط الاتفاق التي تحققت ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق ويكتمع كبار المسؤولين من حكومات الوسطاء مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل بهدف إبرام الصفقة بموجب الشروط المطروحة ومن المقرر أن تواصل الفرق الفنية العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجوزيات الإنسانية الشاملة للاتفاق بالإضافة إلى الجوزيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين الوسطاء رغم التفاؤل الحذر أكدوا أن الوقت ما عاد رفاهية وأنه لا يمكن قبول مبرر من أي طرف لمزيد من التأخير وأن الطريق بات ممهدا لإنقاذ الأرواح وتقديم الإغاثة لشعب غزة وتهدئة التوترات الإقليمية وأصدرت إسرائيل بيانا غامضا أعلنت فيه أنها تقدر جهود الوسطاء كما لم يبدو بيان حماس متحمسا بشأن أحدث صفقة مقترحة لإنهاء الحرب في غزة إلا أن وقف إطلاق النار يظل أفضل أمل لتجنب صراع إقليمي أكبر أشهد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بجهود اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة خلال ترأسه اجتماعا لاستعراض نتائج أعمال اللجنة وجه المستشار جبالي الشكرى لوزارتي الدفاع والداخلية لدعمهما عمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين شارك في الاجتماع عددنا من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثل الأحزاب السياسية مشيرا إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة رئيس السيسي من جهته قال المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لمجلس النواب أن المنهج الذي تبعته اللجنة في عملها هو البحث والدراسة المستفيدة لكافة الموضوعات حتى لو استدعى الأمر إلى تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهة المعنية استرشادا برأيها وهو ما كان له أثره في مدى التوافق الذي حظي به مشروع القانون بدأت فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مدى من أصل 461 مدى فضلا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة وتم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95% خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم سياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين ترجمة نانسي قنقر تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من الوحدات السكنية والشالهاد بمدينة العالمين الجديدة التي تم البدء في تسليمها لحاجزيها اليوم وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المدينة أشار رئيس الوزراء في مستهل الجولة إلى اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربية وجعلها نقطة جذب عالمية وذلك بالنظر لما تتمتع به من مقاومات وإمكانات طبيعية تجذب إليها العديد من السائحين مؤكدا حرص الدولة على إتاحة مختلف الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات مختلف الشرائح وذلك بمدينة العالمين الجديدة سعيا لجعل هذه المدينة تنبض بالحياة طوال العام بما يحقق أهداف التنمية المستدامة كما أشهد رئيس الوزراء بمستوى تنفيذ وتشطيب هذه الوحدات مؤكدا ضرورة استكمال تسليم الوحدات لمستحقها قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن بهد الدولة استطاعت تغيير مدينة العالمين الجديدة من مدينة ألغام وصحراء قاحلة إلى مدينة متكاملة الخدمات طوال السنة أكد مدبولي أهمية ربط مدينة العالمين بشبكة نقل ومواصلات منها القطار القهربائي وذلك حتى تصبح مقصدا سياحيا عالميا قبل هذا التاريخ هذه المدينة كانت منطقة صحراء قاحلة كان فيها مشكلة الألغام وإزالة الألغام لأنها كانت مصرح عمليات الحرب العالمية التانية فبالتالي الحمد لله أن نغير وجه التنمية والوجه اللي كانت عليها هذه المنطقة أعتقد ده شيء في حد ذاته يثبت أن الإنسان المصري قادر على كل شيء وضف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن مدينة العالمين الجديدة هي لكل المصريين مشيرا إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية لكل الفئات كما أكد أيضا أن المدينة بخدماتها المتكاملة متوفرة لجميع الشراح إحنا ما بنعملش مدينة صيفية إحنا بنعمل مدينة حتشتغل طول السنة مدينة متكاملة مش عايزين نكرر الخطأ اللي حصل على مدار عقود سابقة إن كنا بنخصص أراضي الساحل كلها تبقى منتجعات صيفية أو قرى سياحية للفئات معينة لا إحنا بنكلم على مدينة كاملة فيها كل حاجة بدءا من المنطقة الصناعية الخدمات الإدارية التعليمية الصحية السكنية كل حاجة اللي يخلي هذه المدينة زيها زي أي مدينة تشتغل على مدار الـ 12 شهر في السنة قامت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريب دورة جديدة من الهيئات التابعة لوزارة النقل ومصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بكافة المجالات العلمية الحديثة في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بكافة المجالات العلمية الحديثة قامت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج دورات جديدة من الهيئات التابعة لوزارة النقل ومصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية بدأت الفعليات باستعراض ومناقشة البحث الجماعي للدورات والذي أظهر مدى ما وصل إليه المتدربون من مستوى متميز على يد نخبة من المتخصصين في مجالات عملهم كما تم عرض الموقف التدريبي الذي تضمن شرح برنامج الدورات وما اكتسبه المتدربون من مستوى علمي ومعرفي تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة وألقى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر في تدريب وتأهيل العاملين بوزارة النقل وذلك من خلال أعداد كوادر تعمل وفقاً لأعلى درجات الانضباط الذاتية مؤهلة بالعلوم الحديثة بما يواكب التطور التكنولوجي المتلاحق في مختلف المجالات أنا فعلاً ساعدت جداً 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 بفكرة البحث وبأسلوب تناول هذه الفكرة البحث بيظهر فعلاً تعاون وزارات الدولة وأجهزة الدولة المختلفة في تحقيق الأمن القوم فيما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث منظومة الإعداد والتأهيل بشكل مستمر لتخريج أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة قادرة على خدمة وطنهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة وأعربت دارسون عن شكرهم للقوات المسلحة على ما لمسوه من رعاية واهتمام خلال فترة التدريب أتوجه بخلص الشكر للاكاديمية العسكرية المصرية وعلى الظهر العظيمة اللي بيقوموا فيه في أعداد الشباب وإعداد جيل المستبل يدفرنا كمان أننا على الجانب العلم والثقافة أننا ندرس بعض العلوم اللي هتفيدنا في مجال شغلنا تعلمت حاجات كتير طبعاً أهمها إزاي أكون قائد في مكاني بغض النظر أنا هتكون في أي وظيفتي هتكون إيه وأحافظ دايماً على علاقتي بالمرقصين وده بالنسبة لي حاجة مفيدة ليه كالميدان بتاع اللي هو في الموقع إن شاء الله هتكون دافع ليه كبير استفدت أن أنا دوري كشغلي يعني مرتبط بالأمن القومي بتاع وطني يعني مش عشان أنا مثلاً شغلة في مجال أحيث أنهم منفصل عن الأمن القومي لا أنا دوري ليه دور وبيأثر على الأمن القومي كمان إن شغلي كمان مرتبط بالوزارات التانية كل هيئة على حسب التخصص سواء مدني أو اتصالات أو عمارة كان بيجينا مدربين لشان نقدر نواجه سواء العمل بعد كده وفي ختام الفعاليات تم تبادل الدروع وتكريم أوائل الدورات تقديراً لتميزهم في أداء المهام المكلفين بها خلال مدة الدورة حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤول وزارتي النقل والمالية إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبول أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة قصف الاحتلال منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة إلى 16 شهيدا إلى جانب إصابة العشرة كما تم قصف مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد ستة مواطنين من بينهم طفلان كانت مصادر طبية قد أفادت باستشهاد أكثر من 21 مواطنا في غارات الاحتلال على وسط وجنوب القطاع منذ فجر اليوم وتواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عضوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر من عام 2023 ما أصفر عن استشهاد 40 ألف وأربعة وسبعين فلسطينيا وإصابة 92 ألفا وخمسمائة وسبعة وثلاثين آخرين وذلك بحسب بيان من السلطات الصحية في غزة طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مناطق واسعة في المغازي وسط قطاع غزة نشر جيش الاحتلال منشورات على مخيم المغازي مطالبا أن نزحين بالخروج من المنطقة وتوجه جنوبا إلى ما يدعى إلى ما يدعي أنها منطقة إنسانية آمنة كان الاحتلال قد أصدر أوامر بإخلاء لمناطق في خان يونس وشرق دير البلح وبيت حانون وقال شهود عيان ومواطنون إن أوامر الإخلاء والنزوح لا تتوقف ولا يوجد أماكن يمكن اعتبارها آمنة في قطاع غزة أعلنت السلطات الصحية في غزة إصابة طفل يبلغ عشرة أشهر بشلل الأطفال في قطاع غزة الذي تقول الأمم المتحدة إنه كان خاليا من هذا المرض منذ خمسة وعشرين عاما انضم الأمين العام للأمم المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونساف للمطالبة بهدنتين إنسانيتين من سبعة أيام ليتسنى توقيح أكثر من ستمائة وأربعين ألف طفل دون العاشرة ضد شلل الأطفال وذلك بعد رصد الفيروس في مياه الصرف الصحية في القطاع لم يعد غريباً أن تسجل السلطات الصحية في غزة أول حالة إصابة بشلل الأطفال في القطاع بل الأكثر إذهاشاً أن تكتشف حالة واحدة فقط لطفل عمره لا يزيد عن عشرة أشهر في مكان تم تفريغه عمداً من كل مقومات الحياة وتعبئته بكل مقومات الموت والدمار فما بين نقص الغذاء الذي وصل إلى حد التجويع وما يعقبه من تدهور الوضع الصحي للمدنيين ونقص احتياجات النظافة الأساسية وعدم توفر خدمات الصرف الصحي وتراكم النفايات في الشوارع وحول أماكن إيواء النازحين وعدم توفر مياه الشرب الآمنة كل هذا خلق بيئة حاضرة للعديد من الأمراض والأوبئة وأولها الأمراض المنقولة بالمياه مثل فيروس شلل الأطفال المحزن أن وكالة الأونروا صارت لا تطمح إلا لهدنة ولو لمدة سبعة أيام للسماح بإجراء جولتين من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال وجددت مناشتتها للمجتمع الدولي ومنظمات الصحية الدولية سرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي الهماجي فوراً على قطاع غزة والعمل على تهيئة الظروف الميدانية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه أما السلطات الصحية في غزة فقد وجهت نداء عاجلاً لكافة المنظمات والهيئات الدولية بضرورة العمل الفوري لإعادة بناء أنظمة مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والتخلص من النفايات الطبية والصلبة والعمل على إدخال الوقود لضخ المياه العذبة النقية والسماح غير المشروض لدخول الإمدادات الطبية والأدوية والمواد الخاصة التي تستعمل للنظافة الشخصية وأكدت السلطات أنها ستنفذ حملة تطعيم خلال الأيام القليلة المقبلة تستهدف الأطفال تحت سن عشر سنوات حيث تم توفير مليون ومئتي ألف جرعة من تطعيم شال الأطفال من النوع الثاني بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسير هذا وما زال الفلسطينيون يقاومون جميع أشكال الحروب من القتل والترهيب والتشريد والتجويع واستعال من سد أذنيه عن سماع استغاثاتهم وتكالبت عليهم جميع الظروف ولكنهم على الرغم من كل هذا لا يزالون الصامدين ولا غرابة فهم الشعب صاحب الأرض امتدت الأزمات المالية وفي إسرائيل إلى قطع المصارف في ظل صعود معدلات التضخم وتباطئ النمو الاقتصادي وتزايد استنزاف الخزانة العامة بفعل نفقات الحرب على غزة هبط صافي ربح بنك الخصم والتسويات الإسرائيلية رابع أكبر بنك في إسرائيل للربع الثاني من العام الحالي بنسبة 12.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 لتصل إلى 1.4 مليار شيكل وذلك على خلفية استمرار سلسلة الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب الممتدة منذ أكثر من عشرة أشهر على غزة يذكر أن قطاع المصارف الإسرائيلي وجه أزمة حادة حيث ستدفع البنوك التي ستبدأ الإعلان عن نتائج الربع الرابع 6% إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها في إسرائيل وذلك في عامي 2024 و2025 أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ على الجليل الأعلى وصفد ومحيطها من جنوب لبنان مشيرة إلى اعتراض بعض الصواريخ المتبهة نحو صفد وذكرت صحيفة هارس الإسرائيلية أن الرشقة الصاروقية أسفرت عن وقوع إصابتين وانقطاع الطيار الكهربائي عن منطقة حدسور الجليل فضلا عن اندلاع عشر حرائق في منطقة إليت حشاحر مشيرة إلى إعلان حالة استنفار بشمال إسرائيل ومطالبة سكان الجليل الأعلى البقاء بالقربي من الملابئ من جانبه أعلن حزب الله قصف منطقة إليت حشاحر للمرة الأولى بعدد من صواريخ تاتيوشا ردا على استهداف المدنيين وقصف قرى جنوبية ومنازل خصوصا في بلدة الكفور ما أسفر عن سقوط قتل وجرح مدنيين أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي دعم البرلمان الكامل لكافة الجهود العربية والدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية أعرب العسومي خلال لقائه رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر بالقاهرة عن أمله في عودة الاستقرار لليمن في أقرب وقت ممكن من جهته ثمن رئيس مجلس الشورى اليمني جهود البرلمان العربي في الدفاع عن القضية اليمنية في كافة المحافل الإقليمية والدولية وكذلك مواقفه الداعم لأمن واستقرار اليمن مؤكدا أن البرلمان العربي يقود ديبلوماسية برلمانية قوية لدفاع عن كافة القضايا العربية موسيقى 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 نقلت وكالة تاستل الأنباء عن الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية قولها إن طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت عبوة ناسفة على طريق خارج المحطة مما عرض موظفيها الذين يستخدمون الطريق للخطر سيطرت روسيا على محطة الطاقة النووية الأكبر في أوروبا بعد وقت قصير من بدء عملياتها العسكرية واسعة النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022 تبدلت موسكو وكييف مرارا لاتهامات بتنفيذ محاولات تخريب تستهدف أنشطتها أكد رئيس الأوكراني فلاديمار زيلانسكي أن الجيش يعزز مواقعه في منطقة كورسك وذلك بعد أكثر من عشرة أيام على بدء هجوم كبير تشنه القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية جاء ذلك غدت اتهام مسؤولين روسيا لأوكرانيا بتدمير جسر رئيسي فوق نهر سيم الذي يمر عبر منطقة الحدود وشن الجيش الأوكراني عملية مفاجئة داخل روسيا في السادس من أغسطس معلنا السيطرة على عشرات القرى في أكبر هجوم عبر الحدود على الأراضي الروسية اشتركوا في القناة نشطة رياضية وترفيهية متنوعة اتضمنها مهرجان نبتة للأطفال في مدينة العالمين الجديدة تقوم فكرة مهرجان نبتة الأساسية على اكتشاف المواهب الإبداعية لدى الأطفال عن طريق ورش إبداعية ومنها ورش وتعليم الأطفال كتابة القصة بالإضافة إلى تمثيلها فرصة اجتمع فيها الأهالي مع أطفالهم يجبون سوياً ويتشاركون الأنشطة الرياضية والترفيهية معاً فهذا ما وفره مهرجان نبتة للأطفال الذي يأتي ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية لا بصراحة أنا منيجي دا تحفة جداً وإحنا شرنا برضو السنة اللي فاتت يعني مش أول سنة لنا هنا السنة اللي فاتت وفي كل سنة تطور أكتر من السنة اللي قبلها وبصراحة حلوة قوي يعني والأجواء جميلة وكده يعني حلوة قوي والله أنا اسمعت أن مهرجان خاصة بالأطفال فقلت أكيد عمل لهم فكرات خاصة بالأطفال والإعلام بتاعه كان حاجة خاصة كده بالألعاب الأطفال فقلنا نيجي نشوف كده لو حاجة مميزة أنها خاصة بالطفل أول مرة تحصل في الساحل أنها تبقى حاجة خاصة بالطفل الصغير فقلنا نيجي نشوف إيه المتاح يعني إن شاء الله تبقى حاجة كويس تبصد الطفل طبعاً يعني كانوا من هنا شركة وما شايفين نطر النهار إحنا في البحر وإحنا برضو اللي مستبتعين بالصف يعني هما لسه برضو كسنهم فكان حاجة زي كده مجال كويس أن أنا قدر أشاركهم فيهم ألعابهم وسنهم وأرجع بسن الطفولة برضو مكان حلو جداً بصراحة ويعني فيه أكتيفتيز حتى بتتعامل من دلوقتي هنا زي الإكس أول هنا دي وفيه البوسكت اللي هيكت هنا كده فيه حاجات كتير بتعمل هنا وتتنوع الأنشطة بمهرجان نبتة من لعب لكرة السلة وكرة القدم بالإضافة لألعاب ترفيهية أخرى والرسومات وألوان فضلاً عن حضور ورش الحكي والتمثيل ومسرحيات للأطفال تعمل على بناء الوعي وزرع الوطنية في نفوس الأطفال ديكريشن حلو قوي ومكان جديد يعني مس موجود في اسكندرية وفي كرة أو في أماكن زي دي الحاجات اللي هنا حلوة قوي مبسوطة بالأنشطة وكنت برسم أستاذ أحمد أمين عشان بحب أفلام وحاجاته فجاي عشان أقابله إن شاء الله النهاردة جاي هنا عشان أتبشت ولا مع الناس وممت هنا فأنا قلت أجي معه حدث كنا مستنينه لأن ما فيش أحداث للأطفال كتير في مصر فده حدث كبير ومبهج وانطلاقة حلوة يعني أنا سمعت عن المهرجان قبل ما نيجي هيدعم كمان عالم الطفل وفيه إنتاج للطفل ما كانش فيه إنتاج للطفل في مصر كتير فهيبقى حاجة مهمة جدا ويأتي مهرجان نبتة وسط أجواء العالمين الجديدة منذ أن فتح أبوابه للزوار ليؤكد على استهداف جميع الفئات العمرية من الأطفال ليكون ضمن فعاليات ترفيهية ورياضية وثقافية وفرها مهرجان العالمين الجديدة التلفزيون المصري تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين التي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان تشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة يشارك 12 فريقا من النوادي والأكاديميات في بطولة كرة القدم النسائية تأتي بطولة كرة القدم النسائية ضمن الفعاليات الرياضية المختلفة بمهرجان العالمين الجديدة في نسخة ثانية تنال شهرتها من لعب الرجال لها لكنها هنا في مهرجان العالمين الجديدة متاحة للجميع بطولة كرة القدم النسائية لعبت بمدينة العالمين الجديدة بـ 12 فريق من النوادي والأكاديميات لمهرجان العالمين والشركة المتحدة من أول يوم لمهرجان العالمين وإحنا دايما بنلاقي دعم لكافة القطاعات يعني مش بس للسيدات لكن لكل القطاعات المختلفة وكل الفئات المختلفة فالنهاردة دوري أبطال الساحل للسيدات هو بيدعم الفكرة دي وبيدعم فكرة إن إحنا يبقى عندنا بطولة قوية جدا بيشارك فيها أكتر من 12 فريق للبنات كنا عملنا نسخة قبل كده من دوري أبطال الساحل للرجال من أسبوعين بالزبط وبرضو لقط صادة وتفاعل كبير جدا مهرجان العالمين عنده أكتر من رسالة مش مجرد مهرجان وحفلات واحتفالات ورياضة فقط إحنا بنسلط الدوق على أشياء كتير جدا منهم الصناعة المصرية الصناعة الرياضية يعني الملعب ده صناعة وطنية صناعة مصرية رسالة أنك تقدر تقول من مدينة ألغام لمدينة سيحية محطوطة على الخريطة وكل العالم دلوقتي عايز يجي العالمين والاستثمارات عايزة تيجي فده معناتها أنك بتوصل رسالة كبيرة جدا الفرق الفائزة في البطولة تحصل على جوائز مالية لكن ما يميزها أنها متاحة لجميع الفئات العمرية بالإضافة إلى أنها تلعب على ملعب كرة القدم المطل على البحر مباشرة فعليات بطولة كرة القدم النسائية تأتي ضمن الفعاليات الرياضية المختلفة بمهرجان العالمين الجديدة في نسخاته الثانية وهي جزء من نشاطات ترفيهية وثقافية ملأت أرجاء مدينة العالمين الجديدة مسابقة طهي جديدة وشيقة يشهدها زوار مدينة العالمين الجديدة ضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمتميزة للمهرجان في نسخة الثانية تتضمن المسابقة أكلات لمجموعة من الدول على رأسها مصر وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والمغرب أكلات مصرية وعربية أصناف شرقية وغربية وجدها عشاق الطعام والطهي بمهرجان الأكل بالتعاون بين بايتس دا سي وسي بي سي سوفرة ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخاته الثانية حيث تنوعت الأكلات من شعبية وأجنبية النهاردة المهرجان أكبر مهرجان طبخوا أكل أول مرة يتعامل في العالمين الجديدة في النيو أرينا بنقدم دايما شايفين كده أكلات البحر المتوسط يعني أنا هنا وقفة في البوس اللبناني شوية وحروح الأسباني ليوناني التركي وكنا عاملين مسابقات بهداية قيمة جدا بجد الناس حتتبسط قوي قوي في المهرجان النهاردة وقاديكم شايفين الهوا حلو إزاي مهرجان سنة دي مختلف خالص عن كل سنة احنا جايبين أكلات من سبع بلاد مختلفة من حوض البحر المتوسط وكل بلد حيبقى فيها ثلاث وصفات مختلفة الشافس هيعملوها في البوتس وكمان في المسرح الرئيسي ده في مسابقات وجوائز الجمهور تميز أيضا مهرجان الطعام بمسابقات وجوائز مالية وأجهزة للطبخ فضلا عن تنوع الطعام من الدول المطلة على البحر المتوسط مثل لبنان وأسبانيا المغرب تركيا وإيطاليا بالإضافة لتقديم أكلات مصرية شهيرة تم تقديمها بأيدي شيفات وطباخ القنوات الفضائية فكرته حلوة جدا الأجواء حلوة جدا جدا هو بس المكان شوية كان في الأول دخلنا الوقت كان متأخر فالشمس كان قوي بس في الأول شوية بس لدي كل شيء تماميا العالمين الجديدة بالنسبة لي اختراع يعني من سعب ما بتاعت تتعامل العالمين وأنا لازم كل مصيف يجي العالمين عمدتها الحقيقة الفعاليات حلوة قوي قوي وحاجة جديدة بالنسبة للناس كتير يعني احنا كلنا منتفاج عليها في التلفزيون بس لكن كون أننا نحضرها وأننا نشوفها يعني هنا كده وأننا حاجة لذيذة وبتعرفنا بحاجات كتير وممكن يعني غير الحكاية أننا نشوف يعني أحلى حاجة أنت تلاقي الجمع ده كله مجتمع في مكان واحد وبيوغينا حاجات كتير ويأتي مهرجان بايتس باي ذا سي و سي بي سي سوفرى ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنها الرياضية والثقافية والترفيهية مما يساعد على تسليط الضوء سياحيا على مدينة العالمين الجديدة كاريم بيبرس التلفزيون المصري إذن فعاليات رياضية مبهرة يشهدها زوار مدينة العالمين الجديدة منذ انطلاق المهرجان على رأس هذه الرياضات سباق السيارات والدراجات البخارية التي تشهد إقبالا جماهيريا غير مسبوك تصطف على خط الانطلاق تدور محركاتها بأصواتها الصاقبة لكنها لمحبي سباقات السيارات آلات تطرب لها الآذان وسيارات السباق هذه بدأت أول أيام الموترويك بمهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية وصد تفاعل كبير من الجمهور أول مرة شارك هنا شاركت برضو السنة اللي فاتت واللي قابلها تراك المرة دي مختلف تماما مفتوح فيه سرعات عالية حوالي ممكن بنجيب 160-170 في الحتة الستريت دي وفيه برضو شوية تريكات واردرات كده بسيطة إن شاء الله بطولة سباق السرعة هنا يشمل السيارات المعدلة وسيارات لم تتغير منذ صنعها لكن الفارق هنا يحسمه سائق السيارة وهذه السباقات ليست كل شيء في الموترويك لكن المهرجان هذه المرة صلت الضوء على سباقات الكارتنج للأطفال وهي عادة لا تلعب على الأسفل لكنها هنا للتعريف والترويج لها بقى لي تنت سرين في الكارتنج بدأت في رانتل في أوتو جوم دبي ودخلت في كام سباق واحد منهم في إيطاليا وإن شاء الله تاني في إيطاليا ولن يقتصر الموترويك على السيارات فقط لكن الدراجات البخارية والنارية سيكون لها نصيبا من السباقات على مدار ثمانية أيام وكل هذا بعد أن احتلت مصر مرتبة متقدمة في ترتيب جاهزية الطرق عالميا بالإضافة لاستعداد مدينة العالمين الجديدة لاستقبال كافة أنواع الفعاليات كريم بيبرس التلفزيون المصري وللمزيد حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مباشرة مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم هل لك أن تطلعنا على أهم الفعاليات لديك الآن تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخاته الثانية ما زالت مستمرة ولا تتوقف في تنوعها وأيضا في اختلافها نتحدث عن استمرار لفعاليات الموتورويكة الذي بدأ بالفاعل بي الأمس وما زال مستمرا اليوم حيث بدأ بالأمس في سباق السرعة للسيارات المعدلة والسيارات التي كانت موجودة من عدد كبير من المحافظات الجمهورية ولكن تحديدا محبي سيارات السرعة استمرت أيضا هذه الفعاليات اليوم يتم الآن بينما نحن نتحدث في منطقة النورث سكوير أو في الشارع الذي يقع أمام منطقة النورث سكوير والمنطقة الترفيهية بالطبع سباقات سيارات السرعة يتم التجهيز لها والاستعدادات لها في الشوارع بإغلاق الشوارع التي تتحرك بها هذه السيارات ووضع التأمينات الخاصة وأيضا موجود سيارات الإسعاف ووضع علامات الإشارات المختلفة لتحذير كل من يجب هذا الطريق من نهاية المكان مغلق الآن لأن به عدد من السباقات المختلفة هذه نقطة نقطة الأخرى أيضا ما زال مهرجان نبتة من خلفه يستمر في الفعاليات المختلفة التي تقدم للأطفال فبعد قليل في الرابعة مساء ستبدأ بالفعل الفعاليات الخاصة بتعليم الأطفال يعني كيفية ابتكار شخصيات جديدة كرتونية وتصميمها بالفعل داخل مهرجان نبتة وهي بالطبع مبادرة ستوب موشن هذه المبادرة ضمن فعاليات مهرجان نبتة بالإضافة لاستمرار المسرحيات وورش الحكي وأيضا الفعاليات الرياضية الترفيهية داخل مهرجان نبتة بالإضافة لذلك أيضا الفعاليات الرياضية ما زالت مستمرة في المنطقة الشاطئية هنا سواء كانت كرة القدم أو كرة السلة أو الكرة الطائرة هناك أيضا المسرح الخاص بالمنطقة الترفيهية والذي يعرض عدد من المسرحيات ما زال مستمر في عرض المسرحيات المتنوعة رصدنا في كل نهاية كل أسبوع هناك مسرحية مختلفة يتم عرضها داخل هذا المسرح بالإضافة لاستمرار وجود المكتبات المتنقلة لجميع روادي مهرجان العالمين حدثنا بشكل عام عن الفعاليات المختلفة من الرياضية والثقافية وترفيه فهي ما زالت مستمرة أما الحفلات الجنائية فتأتي في نهاية كل أسبوع وبالأمس بالطبع رصدنا الحفل الخاص لحمزة نامرة ومصار إجباري هذا الحفل ذي لاقى إعجابا كبيرا جدا من جميع رواد مهرجان العالمين الجديدة والجمهورة لذي نأتوا مخصيصا لحمزة نامرة ومصار إجباري وتحدثنا أيضا عن بعض يعني الجمهورة جاءة من خارج مصر وأشادة بالتنظيم الخاص بالحفلات بشكل عام في مهرجان العالمين الجديدة أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسل التليفزيون المصري من مدينة العالمين الجديدة شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافئة كريم تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني انتظام سير الحياة والخدمة المقدمة لمتضرر السيول بالمنطقة التي كانت معروفة سابقا باسم زرائب مايو وذلك بعد نقلهم للمنطقة البديلة زهور 15 مايو أكد الشربيني أن منطقة الزهور 15 مايو تعد مجتمعا حضريا مكتمل الخدمات يوفر الحياة الكريمة لأهلين متضرر السيول والذين كانوا يقيمون في منطقة عشوائية خطرة تفتقر إلى مقاومة الحياة الكريمة كما يوفر لهم أماكن حضرية لممارسة عملهم في جمع وفرز القمامة أعلنت وزارة الصحة والسكان أن المشروع القومي للرعايات والحضنات والطوارئ قام بزيادة سبعين سريرا وحضانة وذلك في الأقسام الحرجة بالمستشفيات بست محافظات خلال الفترة من العاشر من يوليو وحتى العاشر من أغسطس من عام 2024 أفدت الوزارة بأن نسبة زيادة أعداد التسجيل على منظومة الرعايات والحضنات بلغت 12% للرعايات المركزة و10% للحضنات فيما نجحت المنظومة في تسكين 13424 حالة خلال هذه الفترة بحث وزير الموارد المائية والرعاي هاني سويلم مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفول اليونيسا في مصر جيرامي هاوكينز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال التوعية المجتمعية بقضايا المياه وأهمية ترشيدها والحفاظ عليها أكد وزير الرعاي أهمية مشاركة اليونيسا في فاعليات أسبوع القاهرة السابع للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر القادم ومن المتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا من المشاركين خاصة مع عقد أسبوع المياه الأفريقية التاسع بالتزامن مع أسبوع القاهرة قالت وزيرة تنمية المحلية منال عوض أنه سيتم العمل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إطلاق حملة إعلامية كبيرة خلال شهر سبتمبر القادم في كافة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتعريف المواطنين بقانون التصالح الجديد كما سيتم تعريف المواطنين بمميزات القانون والتسهيلات المقدمة ورفع وعيهم به وحثهم على تقديم طلبات التصالح أكدت وزيرة التنمية المحلية أن المواطن أمامه فرصة ذهبية للتصالح على البناء المخالف والحفاظ على ممتلكاته وثروته العقارية أصدرت وزارة المالية عرضا معلومتيا توضحيا بعنوان المواطن أولا في السياسات المالية أكدت الوزارة أن تستهدف بدل كل الجهد لمد مظلة الحماية الاجتماعية لمحدود ومتوسط الدخل أشرت الوزارة إلى أن السياسات المالية تستهدف أيضا دفع النشاط الاقتصادي والتنموي ودعم الانتاج كما أوضحت الوزارة أن السياسات المالية تستهدف الحفاظ على استقرار الأداء المالي من خلال العمل على الانضباط المالي وخلق مساحة مالية كافية لتعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تحول اليوم ذكرى وفاة الدكتور أحمد مستجير أحد أهم علماء الهندسة الوراثية وصاحب العديد من المؤلفات والترجمات العلمية والأدبية المهمة حازت مؤلفات الدكتور مستجير على عدة جوائز ونالت تقديرا كبيرا من مصر وخارجها لمساهمتها العملية في تطوير علم الهندسة الوراثية وتطبيقاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصلنا مشاهدين إلى نهاية النشرة وإليكم تذكرة بأبرز العنوية الرئيس السيسي يشدد على ضرورة اغتنام فرصة المفاوضات الجارية بشأن غزة والوصول إلى اتفاق يجنب المنطقة عواقب التصعيد خلال تسليمه وحدات سكانية بمدينة العالمين الجديدة رئيس المزراء يؤكد إتاحة وحدات تلبي احتياجات مختلف الشرائع ردا على استهداف مدنيين بالجنوب اللبناني حزب الله يطلق رشقات صاروخية على الجليل وإعلان حالة الاستنفار في شمال إسرائيل وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة على شاشة التليفزيون المصري شكرا للمتابعة وادمتم في أمامي إلى اللقاء اشتركوا في القناة